موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن عدة قضايا أولا نؤكد على أمر رحم هو أن الرئيس أصيب بفيروس كورونا وأن ما يتم تداوله بأن هناك محاولة اغتيال وآخرون يروجون لدعاية إطلاق الرصاص عليه وما إلى ذلك من هذه الأمور هي لا أساس لها وبعيدة كل البعد بل هي مجرد أكذيب يتبنىها البعض لتكذيب أكذيب أخرى قائمة وبينها التي تورطت فيها حتى لرئاسة الجمهورية للأسف الشديد الرئيس كما ذكرنا في المداخلة الأخيرة أنه ظهرت عليه الأعراض ثم تضاعف الضرر بسرعة وحتى وصل إلى أن دخل في غيبوبة بعدما صار لا يستطيع التنفس تم نقله إلى مستشفعين النعجة فجراً وبعد ذلك تم مباشرة إلى نقله إلى ألمانيا حيث يتواجد في مستشفى عسكري بقاعدة عسكرية في مدينة كورونيا الألمانية ومن يقول غير هذا فهو يكذب عليكم هذه المعلومات المؤكدة بل أن حتى برقية أرسلها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الجزائر آئر تحدث فيها عن إصابة تبون بالكوفيد التسعة عشر أو بوباء المعروف بوباء كورونا إذن أن الرئيس مصاب وضعه الصحي سيء نقله في غيبوبة بسبب التنفس البعض يتحدث الآن أن هناك غيبوبة إصطناعية من أجل مساعدتها على التنفس ليس لدي هذه المعلومات ولكن المؤكد أنه نقل في ظروف سيئة جدا من الجزائر إلى ألماني إذن من يقول غير هذا فهو يزايد ويدعي فقط ويريد أن يخلق شوشرة في ظل الأسف للأسف الشديد في ظل أن رئاسة الجمهورية أو الإعلام الرصبي أو الإعلام الحكومي بائس بمعنى الكلمة لم يتغير وتذكرون جيدا أيها الإخوة الكرام أنه في الفطرة الأخيرة كل مرة أتحدث عن هذا الموضوع أناشد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي نتمنى له الشفاء العاجل أناشده بضرورة تغيير طاقمه الإعلامي بضرورة هناك من يريد أن يورطه هناك من يريد استهدفه من خلال بعض السلوكيات والتصريحات ومن خلال بعض البرقيات الآن الجزائريون أراهم مشتتون في شبكات التواصل الاجتماعي في المواقع الأنترنت من أجل معرفة أخبار رئيسهم ويكاد الجميع يجزمون أنه لا ثقة لديهم فيما تقوله رئاسة الجمهورية وكنت دائما أتحدث من أن استعادة ثقة الجزائريين تكون بممارسات تكون بأفعال وليست بأقوال القطيع مع نظام بوتفليقة ليست فقط شعارات أتيتبنها الرئيس أو تتبنها وزارة الدفاع أو تتبنها الحكومة بل هي يجب أن تتجسد في أفعال من خلال إبعاد الأشخاص الذين كانوا يطبلون ويزمرون لبوتفليقة ولكن للأسف الشديد هذا لم يحدث وشفنا أخواننا الجزائريين كيفاش استفتاء على تعديل الدسورش كلها ره يديروا في الحملة الانتخابية الأحزاب التي كانت تدير في حملة الانتخابية العهدى الخامسة نفس الخطاب البائس اللي كان يديره وزراء بوتفليقة هناك من يشتم الجزائريين بطرق مختلفة هناك حتى من يتطاول على الجزائريين بطردهم مثل ما كان يعمل عمارة بن يونسو غيرو يعني لم يتغير شيء ونقول لهم في أول نوفمبر أننا دسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة ونقول لهم يوم أول نوفمبر أننا دسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة منذ الاستقلال ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد كيفاش حبين الجزائريين اليوم يثيقوا في الرئيس تبون أو يثيقوا في رئاسة الجمهورية أو يثق في العهد الجديد الذي يريد أيد التبول ووعد به الجزائريين عشية انتخابه كرئيس للجمهورية إذن هذا التخبط الذي تعاني منه الرئاسة وشفناها وثبت أن الرئاسة كذبت وظللت الجزائريين حقيقة هذا ما نقدر نخبيها رئاسة الجمهورية تقول لك يوم 24 عشرة تقول بأن رئيس الجمهورية دخل في حجر صحي طوعي بعدها نقل بنصائح من الأطباء نقل إلى المستشفى العسكري المعلومات المستشفى العسكري في جزائريين متابعوا ذو كامل أكدوا بأنه لم تظهر أي علامات توحي بأن هناك رئيس لأنه خيرنا اكتشفنا أنهم نقلوه ليلا وأخرجوه من هناك إلى ألمانيا بعد ذلك نقل إلى ألمانيا لإجراء فحوسات معمقة على من تكذبوا الرئيس الجمهورية وهذه الرئيس الجمهورية ما يقدروش يجرون له فحوسات معمقة في الجزائر هو اللي قال بنفسه في خطاب بأن الجزائر عندها أحسن منظومة صحية في إفريقيا أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن نظام منظومة صحية أنت أنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقي حب من حب وكره من كره بعد ذلك يجبوا تغريدة يغرد الرئيس على نفسه يقرني بخير وغرني لمارس شي مهامي وبعد ذلك تصير المعلومات تأتي من وسائل الإعلام تأتي من شبكات التواصل الاجتماعي الآن رئاسة الجمهورية لا قيمة لمعلوماتها بل تأخذ على سبيل يقولوا قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية وبعد ذلك يرجعون إلى مراسلهم ويجيبوا في المعلومات ويجيبوا في الأخبار ويخذوا في الأخبار حتى ما عند كل من هبة ودم في شبكات التواصل الاجتماعي المعلومات أخرى التي لدي أنه بعد نقل الرئيس تبون إلى ألمانيا في وضع صحي سيء هذا اللغبر عليه ماذا حدث حدث اجتماع في وزارة الدفاع هذا الاجتماع حضره الفريق شنغريحة الفريق الأول علي بن علي وبعض القيادات العسكرية وتمت مناقشة كثير من السيناريوهات من بين الأفكار التي تم مناقشتها والمقترحات تأجيل الاستفتاد لكنه وتحدثت هذا الموضوع في المداخلة السابقة وقلت بأنه لما نوقشت استبعدوها لأنه يجب أن يكون هناك مرسوم رئاسي أسي والرئيس نقل في وضع سيء وألمانيا عارفة وضعه وأنه في غيبوبة وكيف رح يخرجوا هذا المرسوم يرجعوا ووقعه باسم تبون على طريق تبوتفليقة كان الكاشي عند السعيد هو يختم وينحي ويدير وكيف يحب الرئيس مع لباله أبواله رح يرجعوا لها هذا السيناريو هنا يجبعوا المجلس الدستوري ما هي الأسباب التي تخليه المجلس الدستوري يلغي هذا الاستفتاء إذا الجمع لازم يقولوا الحقيقة أن الرئيس مريض يضعوا في وضع سحي سيء وكذا وكذا وفي هذه الحالة رح يتناقضوا مع بيان رئيسة الجمهورية لذلك فتم اتفاق على عدم تأجيل الاستفتاء يخليه مر بصفة عادية وهذا الاستفتاء وهم يتمنون أن الجزائريين يقولوا نعم لهذا الدستور يهنون منه يهنون منه حتى إذا كانوا اضطروا إلى تطبيق المادة الدستورية بالوضع الصحي للرئيس مستقبلا إذا ساء الوضع الرئيس يسع على الأقل تبقها من الدستور الجديد ويخرجوا من دائرة الدستور السابق الذي طبقه الفريق الراحل أحمد قيل صالح رحمه الله إذن الإخوة الكرام أنه هذا ما نوقش وأنا عندما أقول هذا الكلام هم الآن يبحثون عن سيناريوهات الخروج من هذه الورطة وهذه الورطة وقعوا فيها الجزائر لأنه كنت من قبل قلت بأنه إلى جانب الأخطاء الكثيرة في الشكل وفي الطريقة التي جاء بها الدستور وكذا 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 قلت بأنه من أهم الأخطار والأغلاط الكبرى أنه تمرد الدستور في وقت هذه الجائحة العالمية كورونا هنا وها هي الجائحة العالمية عشية استفتة عن الدستور أخذت الرئيس في وضع صحي بائس والآن السلطات الجزائرية راه في مفترق طرق رئيس مريض في وضع مفتوح على كل الاحتمالات نتمنى له الشفاء العاجل وشعب مقبل على استفتاء جبهة رافضة إلى هذا الدستور ومعلومات تتحدث أنه في الجنوب كثير يقولوا لا لهذا الدستور معلومات تتحدث على أن هناك الكثير من الجزائريين في الجنوب حيث انطلقت العملية الاستفتاء يقولون لا لهذا الدستور وصلتنا رسائل من جزائريين تتحدث على أن الناس اللي وضعوهم في هذه العملية الاستفتاء أشخاص مشبوهين ليس لهم مستوى دراسي وهناك أيضا من يتحدث على أنهم كانوا من قبل حتى عملوا في الانتخابات السابقة وصمعتهم سيئة ولا يعول عليه ولذلك عندما قالوا هذا الكلام يحرصون الجزائريين على ضرورة مراقبة والبذل الجهد من أجل أن لا يحدث أي تزوير قد تكون السلطات العلية لا تريد التزوير ولكن نحن نعرف أن السلطات المحلية وبعض اللبيهات والعصابات الموجودة على مستوى الدوائر وعلى مستوى البلديات وعلى مستوى الولايات التي قد تلجأ إلى سليب حيث تتوهم أن السلطة تريد منهم التزوير يرفى يبادرون بأفعال من دون أن يستطيع لا يمكن بعد أن يجي رئيس بلدية أو سلطات محلية تتصل بالسلطة تقولهم واشحب من التزوير ولا لا أعتقد أن هذا لن يحدث ولذلك يتوهمون بعض الأوهام تخليهم يلجأوا إلى تزوير هذا الاستفداء إذن بسبب هذا التخبط في المعلومات خلال أن الفريق شنغريحة أكد طلب منه من رئاسة أن لا يمكن نشر أي شيء يتعلق بالرئيس ووضعه الصحي إلا أن يمر على المصالح وصالح لوزارة الدفاع لأن هذا التخبط كان كارثي جدا أنه كان المسؤولين المستشارين الإعلاميين تصرفوا بطريقة لا يمكن تصورها أبدا أنا أتمنى أن يعود الرئيس في صحة جيدة وأول قرار يجب أن يتخذه إقالة إقالة طاقم الإعلامي لرئاسة الجمهورية بالكامل ومحاسبته على هذه الأخطاء القاتلة هذه الأخطاء المدمرة لأنه خلاص رئاسة الجمهورية عند الجزائري الآن مثلها مثل ما كانت في عهد بوتفليقة بوتفليقة في وضع يعلمه إلا الله تعالى وهم يقولوا أو بخيره وذكيه ويمارس في مهامه ويكذبه وبعد طلعت هذه العصابة فساد وعصابة نهب المال العام وكم تشوفوا في المحاكم ماذا يحدث هذا من الناس اللي موجودين في الرئاسة لأنه للأسف تم اختيارهم على أساس الولاءات وليس على أساس الكفاءات أضروا أولا برئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إضرار لا يمكن تصوره أضروا بوزارة الدفاع التي هي في نظر الجزائريين أو المؤسسة العسكرية التي هي في نظر الجزائريين ما زالت تقف وتساعد من أجل استمرار المسار الذي اتخذ للخروج الآمن للجزائر من المستنقع الذي كان يراد لها وللأسف هذا أيضا أساء للمؤسسة العسكرية الجزائريون الآن صاروا يتابعوا في أخبار كما قلت من جهات أخرى ليس لهم ثقة في الإعلام الرئاسي ولا في الإعلام الحكومي ولا في القنوات الفضائية للأسف الشديد التي مجبرة لأنها قنوات فضائية مكاتب أجنبية وحتى غير قانونية كما قال وزير الإعلام من قبل تعمل بطرق غامضة خارجة عن القانون في كثير من الأحيان يجب أن تسوق إلى ما يأتيها من الرئاسة ومصالح الرئاسية إذن الإشكالية الكبرى هناك في رئاسة الجمهورية وهناك أيضا في المسؤولين الإعلاميين والمسؤولين الأمنيين والمسؤولين أيضا في وزارة الدفاع والحكومة الذين يجب أن يتخذوا قرارات صارمة فمرض الرئيس هذا امتحان كبير ولكن للأسف كان من المفروض يعطي صورة جيدة صورة أن الجزائر حدث فيها بالفعل تغيير ولكنها للأسف أكدت أنه لم يحدث أي تغيير الطريقة البتفلقية في معالجة أمر الدستور والطريقة البتفلقية في تقديم الدستور والطريقة البتفلقية في التعامل مع الجزائريين والطريقة البتفلقية حتى في التعامل مع الرئيس عبد المجيد تبون الذي أصيب بوعكة صحية ليس هيبا هذا وباء عالمي الرئيس الأمريكي لما أصيب أعلن وذكروا حتى اسم المرأة التي ثبت لديها الكوفيد ونقلت إليه العدوى بصفة عادية رئيس الوزراء البريطاني أنا أيضا عندما أصيب بنشر مباشرة وتعامل وأخذ هناك كثير من وزراء ورؤساء حكومات أيضا أصيب وهناك من شك وأخذ حجر صحي وبعد ذلك تبين أنه غير مصاب ويتم الإعلان بشفافية ماذا سيضر رئاسة الجمهورية لو أنه أصدرت بيان عندما ظهرت الأعراض على الرئيس الرئيس عبد المجيد تبون نقلت إليها أصابه فيروس انتقل إليه فيروس كورونا وظهرت عليه أعراض هذا الكوفيد بعد تكون يوميا كاين نشرية من الرئاسة الجمهورية الرئيس بدأت الآن الرئيس متعد ظهرت عليه أعراض الحمى ظهرت عليه أعراض ضيق تنفس ليس جريمة من الرئيس ولا منه هذا طبيعي ليمرض كل إنسان وبعد ذلك إذا نقل مستشفى النعجة الرئيس بعد تطورات في الأعراض تم نقله إلى مستشفى النعجة بعد ذلك إذا ظهر الرئيس دخل وضع الذي في آله إليه الرئيس ليس على ما يرام أم لذلك أن الأطباء النعجة نصحوا بنقله إلى ألمانيا حتى لا تظهر مضاعفات أخرى فالرئيس عنده مريض بالسكري ومدخن وكل هذه الأعراض وكل هذه الأمراض تساعد على نقل أو تساعد على انتشار الكوفيد وإضراره والفتك بأنه يفتك بأي إنسان يدخله هذا طبيعي جدا مؤسسة الرئاسة تكسب مصدقيتها الجزائريون يطمئنون على رئيسهم وسائل الإعلام تغلق أبواب التضليل وتغلق أبواب المتاجرة وصبح كل من هب ودب يحط أمامه الكاميرا ويحكي ويحكي عن الرئيس أيضا تحافظ على مصدقية الدولة لدى المؤسسات الأجنبية والمؤسسات الإعلامية الأجنبية وبذلك والرئيس رهو يعالج إذا هاي يومين الرئيس رهي تطورات إذا كانت تقيا في غيبه بعادي ليست جريمة يا جماعة أنتم تتعاملون مع مرض الرئيس كأنه جريمة دار الأمريكا التي عندما يعتص رئيسها رئيسها يمسل اقتصاد العالمي ورغم ذلك يعلنونها أنتم مارض الرئيس ماذا سيضر بالاقتصاد العالمي ولا أي ولا والاقتصاد الجزائري أصلا الاقتصاد الجزائري هش والاقتصاد الجزائري مهلوك كما يقولوا وأنت واش رح يضر كي تقول رئيس الجمهورية تعطي الحقيقة للجزائرية حتى لا أتيل عليكم أنا شخصيا أتمنى لرئيس الجمهورية الشفاء العاجل وعندما نعطي هذه الأخبار يجب التأكيد على أمر هام أننا لا نتشفى برئيس الجمهورية حاشا لله ولا يمكن أن نتشفى بأي إنسان حتى لو كان يكون ضدنا ويكون اختلف معاه ويكون أبدا كل من يمرض نتمنى له الشفاء ونسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسنات وأن تكون تطهير له من ذلوبه هذا ما نتمنى لأي إنسان نحن نتمنى الرئيس أن يكون في وضع صحي ويعود يمارس مهامه وحتى لا نعود إلى مربع آخر ولكن عتبنا كبير وغضبنا أكبر مما يمكن تخيله من رئاسة الجمهورية التي لم تكن في مستوى هذا الحدث الطارئ الذي ألم بالجزائر والجزائريين من حيث لا يدري أحد ولا يتوقع أحد وإن كان وكنا شخصيا نتوقع إصابة أي إنسان بهذا الفيروس الخطير هذا حتى نغلق أبواب التأويلات إذن مصير الدستور الآن معلق بالجزائريين تحدثنا كثيرا عن هذا الدستور الذي يشكل خطر في مواده تنقذت كثيرة فيه أخطاء شكلية جسيمة إما لا طريق بالجزائر الجديدة والجمهورية الجديدة ولا طريق بحراك الجزائريين الذين أذهلوا العالم ذات يوم من فيبري 2019 بسلميتهم وبتحضرهم وبتطورهم وبمطالبهم المشروع التي عبروا عنها بكل رقي بعيدا عن أي فوضى كانت متوقعة وكان يتوقعها المتربسون بالجزائر وبأمنها واستقرارها على الجزائريين أن لا يشغلهم هذا الموضوع ويخليهم لا يذهبوا إلى صنديق الاقتراع خذوا احتياطاتكم من حيث من حيث الاحتياطات الصحية حتى لا تنطق لكم عدوى أو شيء آخر لا نتمنىه لكم ولكن يجب الذهاب إلى صنديق الاقتراع اسقاط هذا الدستور بأي وسيلة كانت ننتظر وبعدها ننتظر بإذن الله تعالى ما سيقول إليه حال الرئيس إن شفية وهذا الذي نتمنى ستتخذ قرارات أخرى تبدأ بحل المؤسسات الدستورية هذه القائمة حل البرلمان وما إلى ذلك ثم بعد ذلك تأتي خطوة أخرى على طريقة أخرى ناجعة ونافعة وناصعة لإعداد الدستور يعني يقوم بالجزائر والجزائريين أما إذا كان بقي الوضع الرئيس على ما هو عليه يجب أن الجزائر تستمر وتكون أولويتها ليس الدستور ولا أي شيء آخر تكون أولويتها مواجهة هذا الوباء الذي سوف يكون بلا أدنى شك سينتشر إذا كان وصل إلى رئيس الجمهورية كيف حال الجزائريين في الجزائر العميقة وكيف وضعهم الفقر ووضع الاجتماعي البائس وكذا خلي للحكومة والدولة الجزائرية أولويتها هي مساعدة الجزائريين في مواجهة هذا الوباء الخطير الذي سوف يدمر ما تبقى من اقتصاد الريع الذي تمتلكه البلاد تكون هذه الأولوية وإذا كان ربي سبحانه أراد غير ذلك ورحل الرئيس هذا شيء آخر هناك هناك مخطط أو هناك مسار دستوري اتخذ من قبل سيستمر هناك مادة ستطبق مرة أخرى وفي هذه الحالة التي لا نتمناها طبعا سيكون لكل حادث حديث هذا بالمختصر مفيد ما أردت أن أقوله لكم في هذه المداخلة أشكركم جميعا على متابعتكم وثقتكم واهتمامكم بهذه القناة وبهذه المداخلات وأشكركم على الترويج لها وأحفزكم على المشاركة في هذا القناة التي سوف نتعامل بموضوعية ومهنية وأخلاقية مع أي معلومات تأتينا فإن كانت في صالح الجزائر وفي الصالح العام تأكيد سنقولها وإن رأينا غير ذلك لا يمكن أبدا أن نكون في موقف نظر بأمن وطننا واستقرارهم شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله